في كل مديرية قتيل واثنان وثلاثة وفي كل محافظة كذلك خصوصا صنعاء وذمار وصعداء وعمران جنائز القتل الهالكين في صفوف ميليشيا الحوثي تتزايد يوما بعد يوم وهي الأعلى ارتفاعا خلال خمس سنوات من الانقلاب فبالأمس شيعت ميليشيا الحوثي في محافظتي صنعاء وذمار عشرين قتيلا بعضهم يعد القتيل الثالثة وبعضهم الرابع في الترتيب بين أسرهم ومع كل موت يلحق بهم لا تتوقف الميليشيات عن إلحاق دفعة جديدة بهم كما تقدر إحصائيات نادرة لمؤسسة حوثية مختصة بالجرحة أن عدد قتلاهم يقدر بعشرات الآلاف فيما يزيد عدد جرح الميليشيا عن ستين ألف جريح ممن تلقى بعضهم العلاجة في المؤسسة المنشأة على النموذج الإيراني هذه المرة استشرى القتل في الأسر الهاشمية في ذمار وبدأت مؤخرا تزيد عدد التوابيت الخضراء المخصص للقبائل الهاشمية عن التوابيت الحمراء المخصص للقبائل الخادمة لهم في معظم مواكب التشريع الأخيرة ويذكر بأن معظم القتلى في الأيام الأخيرة يتركز في جبهات نهم والجوف ومأرب